السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقارن وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو The Conjuring The Devil Made Me Do It اللي هو تقريبا العذر الوحيد اللي فاضل عند حسين الشحات عشان يشرح القرارات اللي بياخدها في الملعب فيلمنا هو الفيلم التامن في عالم أفلام The Conjuring والتالت في سلسلة أفلام The Conjuring نفسها أحداثنا بالدور في مطلع التمانينات في أمريكا يوم 16 فبراير سنة 1981 أرني جونسون بيرتكب أول جريمة قتل في تاريخ بروك فيلد كينتكت محققوا الظواهر الطبيعية إيد و لورين وارن واللي بالفعل عندهم معرفة بحالة أرني بيقنعوا الدفاع بالدعاء غريب وهو إنه كان مسكون من كيان شرير وما كانش عنده تحكم في تصرفاته دلوقتي إيد و لورين لازم يجمعوا الأدلة عشان يدعموا هذا الادعاء بس في نفس الوقت لازم يهتموا بسلامتهم الشخصية اللي أصبحت تحت تهديد كبير فيا ترى إيه اللي حيحصل أنا بحب عالم أفلام The Conjuring سلاسل مختلفة، تفرعات مختلفة، قصص بسيطة بتستمد الإلهام بتاعها من حوادث حقيقية مش محتاجة مجهود كبير عشان المشاهد يقدر يتبعها والتفاوت في جودة الأفلام ما بيقتلش الرغبة في متابعتها لذلك مشاهدة الجزء الثالث من أفلام The Conjuring مش محتاج معرفة سابقة بالأفلام الأخرى ولا حتى بالفيلمين اللي سبقوه في السلسلة نفسها طبعا الإلمام بيهم بيساعد بس مش ضروري ولو حضراتكم من محبي سلسلة أفلام The Conjuring ومش بالضرورة العالم كله هتلاقوا في الفيلم ده حاجات كتير تستحق التأدير الفيلم ده على عكس الفيلمين اللي سبقوه مش مهتم بتقديم الكيان الشرير مش من أولوياته إنه هو يدينا أنابل تانية أو نان تانية أو The Crooked Man وده لإنه بيبذل مجهود عشان يفضل معانا في الجزء اللي يخصنا من العالم الجريمة المحاكمة التحقيق والظاهرة اللي سببت كل ده واللي تعتبر أقرب لتفكيرنا من الكيانات الشريرة مشاهد فيلم The Devil Made Me دوت حيكون مستغرب جدا لفكرة إن الأحداث دي حصلت فعلا وهي فعلا حصلت الفيلم كمان بيتحدى نفسه في طبقات التحقيق لإن في العادي في أفلام الرعب الفجوات بتبقى مقبولة مش لازم تشرح كل حاجة للمشاهد مش لازم تلعب بنظافة قوي في الالتواءات والخدع ممكن تقدم نقطة محورية في الحبكة متأخر جدا وطالما بتخوف يبقى أنت براءة يا معلم بس The Devil Made Me دوت ما بيعملش كده بيلعب بنظافة وبيرص الكروت كلها قدام المشاهد بيخلي المتابعة سهلة وبيخلق تواصل مع الشخصيات المشكلة بس إن الفيلم بالغ في تقليل اعتماده على عناصر الرعب لدرجة إنه تقريبا ما بقاش فيلم رعب والحقيقة أنا مش متأكد إذا كان ده أثر جانبي مؤسف ولا شيء مقصود The Devil Made Me دوت هو الفيلم الأول في سلسلة أفلام The Conjuring اللي مش من إخراج جيمز وان الفيلم من إخراج مايكل تشافاز اللي بالفعل أخرج فيلم داخل عالم الأحداث وهو فيلم The Curse of La Llorona صاحب الاستقبال الفاتر في الجزء الثاني من سلسلة أفلام The Conjuring وان كان متعاطف قوي مع المشاهد كل مشهد رعب كان بييجي بعد التحذيرات الكافية مقدمات كتيرة بناء موسيقي طويل ومساحات سلبية واسعة بس لإنه فنان بجد قدر برضو يلدع المشاهد في كام لحظة شافاز انتهج نفس المدرسة مفيش رعب من غير بناء ومن غير تحذير في محاولات للهروب من اتهامات الخضات المفاجأة بس للأسف يبدو إنه ما عندوش اللمسة السحرية زي ما قلت احتمال يكون عمل كده بشكل متعمد عشان هو عاوز المشاهد يركز أكتر على الحدودة بس على كل الأحوال أي فيلم رعب في الدنيا لازم من عوامل الحكم عليه هو قد إيه كان بيخوف وذا دافل ميد ميدوت ما بيخوفش قوي ولازم نضع في الاعتبار أولا وأخيرا إن قصته هي قصة فيلم رعب ما هياش أعقد حبكة في الدنيا وما هياش أرقة سلسلات في التاريخ بس مع ذلك هي في الجانب المحترم في المتوسط العام بتاع أفلام الرعب قصة ثرية وفيها عدد مقبول من الطبقات فيها سؤال رئيسي إزاي الدعاء زي دا ممكن يؤثر فعلا على المحاكمة بعد كده عندنا الجانب بتاع أرني ومعاناته وأرني دا اسم الشخصية مش عايز رواشة وعندنا كمان الجانب بتاع الزوجين وارن والمغامرة بتاعتهم مركز الاهتمام بيتحرك بسلاسة ما بين كل الخطوط بدعم مقبول من مستوى جودة أداء الممثلين وبالأخص روري أوكونر اللي قام بدور أر اللي هو القاتل يعني لأنه نجح في خلق تواصل مع المشاهد في كل فصول محنته والفصول دي فعلا كانت متنوعة وفعلا كانت صعبة عناصر الإنتاج والرؤية الفنية جيدة جدا تصوير الحقبة الزمنية للأحداث بتدور فيها كان موفق وكذلك الروح المطلوبة للجوانب الخارقة للطبيعة واللي يمكن أضعف ما فيها كان الاعتماد الواضح على المؤثرات البصرية في الأساس لخدمة الرعب وزي ما قلنا ده ما كانش ناجح بالقدر الكافي سلسلة وعلم أحداث دا كونجورينج لسه بيتحركوا للأمام بقوة بفصل جديد ممتع ومتماسك فيه اهتمام أقل بزرع دواعي لأفلام مستقبلية واهتمام أكبر برفع مستوى جودة الفيلم بشكل مستقل الفيلم مسلي بدون أي داعي للقلق من المشاهدين اللي بيتوتروا من الرعب المبالغ فيه الفيلم بكل تأكيد أقل رعبا من الجزئين اللي فاتوا تقييمي لفيلم دا كونجورينج دا ديفل ميد مي دوت هو سبعة ونص من عشرة ويلا يا معلم أنا جاهز للي بعده ايه دا كروكد مان؟ يلا بينا مناقشة الحلقة في تجربة مشاهدة أفلام الرعب بتفضلوا تكونوا في سينما فضية ولا سينما مليانة ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو وإنستجرام وبي باي